إغلاق إسرائيل لحقل غاز طبعاً هي سريعاً أسرعت إسرائيل بمبررها أو تفسيرها اللي بتتكلم عنه إن هي بتتحوت أو بتتخوف إحنا كاقتصاديين أو هتلاقي جزء من اللي هم درسين للأوضاع إن هم بيحاول يكون بقى ليه ضغوط على الدول فلما يقفل حقل الغاز أو يمنع عدم تصديره فبيحصل إن يكون فيه نضرة في الدول اللي هي المصدرة زي مصر وطبعاً اللي هي بتأمني عليها قواعد للترتيبات للتصدير لأوروبا فيضغط على الدولة دي بقرارات اقتصادية فاضطر الدولة دي النهاردة تصدر للدول اللي هي متعقدة معها على حساب تكلفتها هي على حسابها هي الشخص يعني مصر كمان مرتبطة بعدد من الدول بتصدر له فكده مصر تتحمل هذه الخسارة الكبيرة التدعيات الاقتصادية يا فندم دايماً بترتبط بجزء منها تدعيات سياسية للأسف صحيح خلينا نكون واضحين النهاردة أنا في وجهة نظري إسرائيل ومن وراها يخططون لأن الشرق الأوسط الكبير فكرة كلام يا فندم دي صحيح لازم المؤامرة دي لازم تتم يعني لازم تتم مؤامرة غزة بس الضبط لازم الدول مين بقى تبتدي الشرارة توصل من عند مين العراق للأسف سوريا للأسف ثم يوصلوا لنهاردة لفلسطين ثم يتجهوا بقى أنهم عايزين يرحلوا شعب فلسطين لمصر اللي مصر لن هتقبله ولن فلسطين تقبله وطبعاً الدول العربية ولكن صدقيني المؤامرة موجودة وهم كتبينها وهم عارفينها صحيح ولازم يكون عندنا درس مستفيد منه صحيح